عمر أريد أن أنتقل معك من المحادثة بين بايدن وسلمان إلى قضية انفجار السفينة الإسرائيلية أولا ما هي المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن حول هذا الحادث المعلومات المتوفرة لدينا أن هذا الانفجار وقع في الساعة العاشرة وأربعون دقيقة يوم أمس سفينة إسرائيلية أولا هي سفينة بريطانية ولكنها كانت تحمل علم جزر البهامة وهي تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي هو من أكبر المصدرين أو المستوردين للسيارات في إسرائيل هذه السفينة انطلقت من الدمام في السعودية من مدينة الدمام في السعودية وكانت تشوق طريقها نحو سنجافورة ولكنها ارتطمت أو تعرضت لانفجار لا يعرف حتى الآن سبب هذا الانفجار أهو ناجم عن صاروخ أو عن لغم بحري ولكن على أي حال فإن السفينة يعني تعرضت لخسائر كبيرة وأضرار كبيرة الأضرار هي عبارة عن فقبين بقطر متر ونصف تقريبا المحرك لم يتعرض لهذا كذلك الأمر للسفينة لم يتعرضوا لا يوجد هناك أي إصابات السفينة عادت أدراجها إلى السعودية وأيضا هناك شركة أمن بحرية تقول إن إيران على ما يبدو هي التي تقف وراء هذا الحادث نعم عمر سؤال آخر هل ربما بعد هذا الانفجار هل تخشى إسرائيل أن يتم استهداف منشآت لها خارج حدودها المنشآت الإسرائيلية هي أهداف لإيران بحسب القيادة الإيرانية بعيد اغتيال سليماني وأيضا بعد اغتيال محسن فقري زاده ولكن هناك استبعاد أن تقوم إيران باستهداف منشآت إسرائيلية بشكل مباشر الأمر الذي سيزعزع حضوظ إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي أو لربما كان هناك تصلب أكثر من قبل الغرب ومن قبل الدول الموقع على هذا الاتفاق إذا ما قامت إيران بمهاجمة إسرائيل علاوة على الرد الإسرائيلي الكبير الذي ستتعرض له إيران إن أقدمت على خطوة كهذه نعم الزميل الصحفي عمر ربيع شكرا لك على هذه المداخلة في هذين الملفين ترجمة نانسي قنقر